المفارقة أن يقدمون هؤلاء الأشخاص باعتبارهم خبراء والغريب من الأمر أن هناك مجموعة من التوصيفات خبراء مقتصين في جانب الهندسي في جانب البيئي في جانب الزراعي مع أنهم أساساً هم عمالة وافدة في هذا الجانب حتى أفهم دكتور من هؤلاء الشخصيات اللي يقدمون نفسهم كمقتص هندسي أو مقتص زراعي وهل هذا إلى باع في الإجراء؟ يعني أكو صور معينة إذا افترضنا في إجازات الاستثمار هناك موافقات خاصة باستخدام عمالة متخصصة فنية لكل إجازة استثمارية قسم من المشاريع الاستثمارية تستخدم هؤلاء العمال بصفات خبراء ليس بصفة عامل مقتص يقدم خدمات مثلاً في مطعم أو في مكان ليمور معين بالتالي يستغل هذا الوضع بهذا الجانب نفس الوقت قد تكون هناك شركات أو مؤسسات تحتاج مجموعة عمل العمال المهرة فيقدمون هؤلاء الأشخاص بأعتبار متخصصين في حين أنهم واقع الحال هم ضحايا للتجارب البشر وبنفس الوقت لغير متخصصين وبالتالي تفرض هذه الإجور الكبيرة جداً التي لا تتناسب مع حجم الخدمات التي قدمها هؤلاء العمال قياساً بالنسبة لحجم أو من بابالغ التي قضاها العامل العراقي وبالتالي النسبة غير متوازنة وهذا الذي أحدث نسبة 26% من مساحة البطالة التي قد تكون ترتفع خلال السنة القادمة إلى نسبة 30% إذا استمرت وجود العمال الوافدة بدون انتخاذ إجراءات ترجمة نانسي قنقر